وفي ظل ازدياد اعداد السياح وتزايد الطلب على الخدمات المقدمة من قبل بلدية عجلون بعد افتتاح مشروع التليفريك طفت على السطح قضية قدرة البلدية على حمل مهامها خاصة مع تسجيلها عجزا ماليا سنويا قدره مليون دينار التقرير التالي يضعنا في التفاصيل تسعة ملايين دينار موازنة بلدية عجلون اربعة ملايين منها تذهب ايرادات واكثر من خمسة ملايين نفقات تضع البلدية امام عجز مالي يفوق المليون دينار في وقت تلزم فيه بتقديم خدمات تنموية وبئية تتماشى مع الوضع السياحي بعد التليفريك لم يستطع مشروع التليفريك الذي يعود على البلدية بثلاثين الف دينار سنويا من تغطية اجزاء من هذا العجز فالبلدية لم تستلم حتى الان اي مبلغ من عوائد المشروع الاضخم في المحافظة البلدية لها جزء من ايرادات تليفريك تدفع مقابل المواقف والخدمة التي تقدمها البلدية لمشروع تليفريك بشكل عام وليتحسين البنية التحتية المخصصات في الموازنة شملت جميع القطاعات التي تقدمها البلدية وايضا كان هناك دعم من الوزارة على المساعدات الطارئة في ظل وضع مالي حرج تعيشه بلدية عجلون يقف دورها التنموي على مفرق طرق احدها انتظار الدعم الحكومي وبقاء الحال على ما هو عليه والاخر تنفيذ مشاريع تنموية من خلال قروض ومنح بالاضافة الى دعم ابناء المحافظة من الناشطين التنمويين اتجهت البلدية نحو الوضع التنموي المستدام في البلدية تمثلت في حقل الشمس البلدية سيوفر ان شاء الله 80% فاتورة النارة التي بلغت تقريبا نصف مليون سنوي وايضا سوقريف عجلون السياحي سيكون هناك دخل ان شاء الله القيمة غير مقدرة ولكن يوجد 30 فرصة عمل سيحققها المشروع بعد التلفريك زادت اللعباء على بلدية عجل وصار في ازم مرورية في سياحة كثيرة وكل مرور من مدينة عجل فنحن معنين نتعاون احنا بلدية عجل كبرى كون كل مداخل عجل مرتبطة في بلدية عجل معنين نعمل مداخل بشكل جيد معنين نعمل مشاريع انتاجية تخدم الناس ونخفف البطارة ومعنين نخفف من الازمات اللي في عجلون اليوم بلديات في محافظة عجلون بالمجمل يعني خلنا حكي تفتقر الى وجود مشاريع الان حاليا على ارض الواقع هاي المشاريع بتأدي او بتعمل على استدامة مالية او رفض صندوق البلدية او حساب البلدية بارادات مستدامة غير خلنا نقول عوائد المحروقات وغير المثقفات والتراخيص الموجودة واللي هي اصلا متعثرة في بعض المناطق تشرف بلدية عجلون التي انشئت عام 1920 على خدمات تنموية وبئية في مناطق سياحية عدة من بينها اشتفينا وماريلياس ووادي الطواحين وهي مناطق تجدب الزوار الى المحافظة